كلمت في الكتاب تحديداً عن الجالية اليونانية واللعيبة ولعبه مع اليوناني يعني خليني أعرف بالضبط عشان ندي برضو فكرة يا أستاذ المشاهدين عن الكتاب بيحمل ايه بالضبط يعني هو الفكرة نفسها أنه التوجه الدولة المصرية في الوقت الحالي اللي هو توطيد العلاقات مع دول البحر المتوسط وتحديداً دول اليونان وأبرس والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أطلق مبادرة العودة إلى الجذور وبدأ يستقبل اليونانيين ورئيس الوزراء اليوناني في مصر ورئيس الوزراء الكبروسي وبعد كده في زيارات متبادلة شفناها على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا فخلييني فكرت شوية أنه الجالية اليونانية وأنا رحت اليونان وعارف هما بيحبوا المصريين قدية وعندهم نجوم كرة كتير وهما شعب بيحب الكرة هما قريبين مننا في العداد كتير جداً فبدور في تاريخ الكرة في مصر لقيت أنه في النص الأول من القرن اللي فات تقريباً كان فيه سبع أندية للجالية اليونانية موجودين بيلعبوا كرة في مصر موجودين من لعبة يونانيين هما بيسموهم اليونانيين مصريين أو الجريكس في إيجبت يعني حتى هما في اليونان واخدين مكانة كويسة جداً في المجتمع يقولك أنه ده من الجريكس في إيجبت فبالنسبة لهم يبقى حاجة كبيرة يعني لأنه هما دول كانوا أغنى جالية يونانية موجودة في العالم هما اليونانيين اللي كانوا عايشين في مصر واليونانيين كانوا قريبين من المصريين جداً تتخيل أن فيه سبع أندية منهم ناديين بيشاركوا في أول مسلمين في الدورة الممتازة من لعبة يونانيين نادي الهيلاني كيونيون في اسكندرية ونادي بور فؤاد نادي بور فؤاد ده في بورسعيد منطقة بورسعيد منطقة القناة كان موجود من اللعيبة معظمهم من اللعيبة اليونانيين منهم بالمناسبة يعني أنت لو بمناسبة كاس الأمم الأفريقية أول حارس مرمى المصر ويأخذ بطولة أمم أفريقيا في أول نسخة للبطولة سنة 57 كان مصر يوناني اسمه براسكوس تير مريتس وده حكايته موجودة بالكامل في الكتاب يمكن أن تكلمت مع بنته ماريا وتكلمت مع الناس اللي عصرته هنا وكانوا موجودين ولو قصة كبيرة جدا 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 جميل الموضوع اللي انت بتعبيره ده شيء شيخ جدا بس أن انت بتقرخ لأسماء البعض منها كان بيتردد من مئة سنة فجبت المصادر ازاي يعني في حالة حارس المرمى المش هعرف أقول اسمه تاني ده لنت براسكوس تير مريتس براسكوس تير مريتس صح كده أنا شغلي في الأساس ده أنا رجل يعني أنا قلت لك الراجل ده أنا بس الراجل انت قلت اسمه أنا درس إعلام أصلا صحافة وماجستير وكده فهي الفكرة كلها في حتة البحث أنا هاوي الحكاية دي من زمان يعني حتى في شغلي أحب متعة الصحافة متعة الحياة والله كمان لأنه أنا الكرة عملتلي حتى عيلة كبيرة على مستوى العالم اللي هي في كل بلد أصدقاء ودي من متعة شغلانة دي بصراحة لكن هي فكرة البحث في المادة دي تحديدا أو الجالية اليونانية في مصر ومشاركتهم في الكرة ما كانتش سهل لأنه اللغة اليونانية صعبة جدا لكن أنا عندي أصدقاء كتير في اليونان لكن في نفس الوقت أرشيف الجالية اليونانية هنا سعيدني جدا وعشان كده بشكر دكتور خالد رعوف يعني هو أستاذ في جامعة شيكاغو أثار يوناني وروماني ومصرح من الممثلين بتوع الصقافة اليونانية هنا في مصر الحياة هو سعيدني في موضوع أسكندراني لا لا شخصية رائعة وهو مترجم وهو من أكثر المترجمين اللي ترجموا أعمال أدبية من اليوناني للعربي الحياة ولسه أخذ جائزة قريب ببريكلوا عليها على الترجمة فهو سعيدني جدا بأرشيف الجالية اليونانية قابلتوا في اسكندرية كذا مرة وهنا في القاهرة والحياة وكان أكثر المتحمسين لموضوع الكتاب سعيدني في بعض المعلومات وحاجات من أرشيف الجالية بخلاف أنه دايماً بدور في أرشيف الكرة المصري حاولي شوف تشكيل المنتخب مثلاً سنة 30 كان مين فتلاقي فيه تلات أربع لعبة يونانيين تميدس وغيره وغيره فابتدي أدور ناس دي كانت بتلعب فين منهم ناس احترفت بره أول الخيط بالزبط تبتدي مع كل اسم أنا لازم أدور ورا كل اسم أنا في مرة اكتشفت أن فيه لعيب موجود في اسكوتلندا اللعيب ده مكتوب من مولود في القاهرة فضلت ورا لحد ما وصلت له شخصياً وعملت معاه انترفيو وعرفت ليه وكان مولود في شوبرا يعني كان شوبرا فأنا هاوي الحكاية دي وما مزهقش يعني أنا ممكن أدور في موضوع تلات أربع خمس شهور سنة لحد ما وصل للي أنا عايزه فالحقيقة البحث ما كانش سهل لكن أصدقائي في اليونان كمان سهلوا عليها شوية يعني أنا لما حبيت أوصل لماريا بنت براسكوس هي موليد بورسعيد بردو ماريا بنت براسكوس فالحياة كلمت جدا بس زيبت أنت لا أستناني أنت دارس لغة يونانية أنا حسن أنت عندك شغف أصلاً باليونان وبالتاريخ بس أنت مدرستش لا مدرستش اللغة يونانية صعبة جداً بس مع أغاني يوناني كتير نقول أسامي بس مع أغاني يوناني كتير عارف الأسامي سفرت اليونان ليه أصحاب هناك فممكن الدول حسيتك من النطق متمكن فقلت فأنا لما حاولت أوصل لماريا شفت مين كان يلعب في بور فؤاد في الوقت ده أولو علاقة ببراسكوس فكلمت كابتن حسن أمين بحقيقة هو اللي وصلني بماريا وقابله كان الدكتور طه الطوخ يا الله يرحمه مدرب نادي الأهلي ومدرب منتخب الكويت لما تكلمت معاه برضو أداني بعض المعلومات عن فكرة انضمام براسكوس لمنتخب مصر والحقيقة يعني قصة براسكوس حلوة لكن كمان فيه أبطال أوروبا لعيب من غزل المحلة اسمه ياني كوميانيدس ياني كوميانيدس ده كان هداف غزل المحلة موسم 62-63 سنة 63 رجع اليونان اللاعب في نادي بناسانايكوس أخد الدوري لعب في دوري أبطال أوروبا وقاب جون في كلن الألماني في كوارتر فاينل ويعني حاجات تتسجل في التاريخ في حاجات كتير كده بكتشفها في الكتاب طبعا بخلاف اللو المرحلة اللي بنتكلم فيها اللي هي الجزء الأول من القرن اللي فت لأ كان فيه لعبة يونانيين كتير لأنه أندية الجالية كانت موجودة لكن بعد خروج الجالية من مصر في نهاية ستنات بدأت الحكاية تبقى صعبة شوية ممكن ما فيش غير كابتن عبود الخضري راح في فرقة درجة أولى اسمها كاليثية في قتنا وقت فترة توقف الكورة بعد 67 هنا في مصر وبعد كده رجع على النادي المصري تاني عبود الخضري مصري 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 ده نجم النادي المصري في العصر الحديث من نهاية التمانينات وبداية التسعينات بدأ اللعيب المصريين هم اللي يحترفوا في الدور اليوناني فمن هنا كانت البداية بقى أنه الكابتن ماجدي طولب هو أول لعيب مصري يحترف في الدور اليوناني ممتاز بشكله ده وصل أنه بقى كابتن فريق نادي باوك وهو أول كابتن مصري الزبط لفريق أوروبي أنا بشجع باوك أصلا علشان اللعيب المصريين الكتير اللي لعبوا في باوك بخلاف أنه أجواء باوك نفسها تفكرك بأجواء النادي الأهلي حماسة جمهوره كبيرة جدا جمهوره شغوف بالكورة فالحقيقة من هنا بدأت بقى حكاية المصريين هناك طبعا فيه أكتر من لعيب مصري بعد كابتن ماجدي طولبا كابتن حسين إبراهيم حسن بعد كده كابتن عمد ستار صابري بعد كده فيه لعيبة تانية كتير من مش كمال أو أمير عزمي مجاهد وعمر واردة بعد كده في الوقت في العصر اللي احنا فيه وفيه أحمد حسن كوكا لعب في أولمبياكوس فيه مجموعة لعيبة خدت تجربة أحمد ماجدي لعب في أتراميتوس يعني فيه مجموعة لعيبة عمر الحلواني يمكن عمر الحلواني في الدوري المصري لحد دلوقتي انتقل للنادي الإسماعيلي فالحقيقة لا العلاقة في الكرة ما بين مصر واليونان زيها زي علاقتها بمصر واليونان على مر التاريخ طبعا دايما فيها حتى ثقافيا وبالمناسبة يعني واحد من الأباء المؤسسين أو الأب الروحي للرياضة المصرية عموما مش بس كرة القدم هو أنجلو بولاناكي أنجلو بولاناكي ده واحد من أبناء الجالية اليونانية في اسكندرية وكتب في مذكراته أنه هو أول مصري يتنافس رياضيا خارج مصر ووصف نفسه في كده هو مؤسس اللجنة الأولمبية المصرية كان عشقه مصر أصلا يعني عشق لو ترجع بقى للتاريخ البعيدة يعني حتى كرة القدم يعني في كل حاجة في كل مجالات يعني كفاءة ده مش روسوس مولود في اسكندرية وغيره وغيره يعني فنانين كتير يونانيين بالمناسبة مولودين في مصر وعلى مرأة